يعني يوصفني الأخ الرئيس اليوم على بند الأسئلة الأخوة الوزراء المعنيين في الأسئلة نفسهم غير موجودين وغير متواجدين وهذا ندل على كلامنا أمس لما تكلمنا وقلنا أن فعلا يعني بعض الأخوة الوزراء لا عندهم أي اهتمام بأسئلة واستفسارات الأخوة أعضاء مجلس الأمة ومثل ما تفضلت الأخ الرئيس يعني شفت بعض الأخوة الوزراء الموجودين حاليا في القاعة ثلاثة وزراء وأعتقد يمكن ما في أي سؤال يمسهم أهم أو وزاراتهم والوزراء المعنيين بالأسئلة وأنا أعتقد يفترض كان عليهم أنهم قارين جدوى الأعمال قبل الجلسة ويعرفون أن هناك أسئلة عليهم لكن للأسف أعتبر هذا استهتار من بعض الأخوة الوزراء وأرجو أيضا للمجلس أنا كلنا موقف جاد يعني للأسف للأسف اليوم يعني هذه أنا أول مرة من حياتي من كنت عوض في المجلس أرى خصوصا فيما يخص الأسئلة وأعتقد الوزراء معنيين يفترض أن يكونوا موجودين وبذل ما سمعنا بعض الأخوة يعني اليوم الأعضاء اضطروا أن يردون أو على الأجوبة التي تقدموا فيها الوزراء لكن للأسف وأنا يعني أنا شخصيا كان لي سؤالين واحد لأخ معاني وزير الداخلية والآخر لأخ معاني وزير الإعلام وغير موجودين واضطريت أني أعجل ويمكن السؤال صال أكثر من سنتين الآن يمكن كملت سنتين السؤالي من 2014 في شهر 5 ولما يدور السؤال الأخ الوزير المعني غير موجود وكذلك أيضا الأخ وزير الإعلام فقريبة يعني إحنا في أيام المجالس السابقة كان الوزراء يحرصون كل الحرص خصوصا في بند الأسئلة لكن الأسئلة تفضل تفضل وإلا خلني ساكت أحسن ما بيها غلط ما بيغلط على المجلس أحسن ما بيغلط على المجلس شكرا الأخ رئيس تفضل